وسط احتدام الحملات الانتخابية للسباق الرئاسي في الولايات المتحدة ثبتت إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعقلته ميلانيا بفيروس كورونا ترامب ليس الرئيس الوحيد المصاب بكوفيد-19 بل سبقه إلى ذلك زعماء ورؤساء تمكنوا من التغلب على الوباء في يوليو الماضي أعلن الرئيس البرازيلي عن إصابته بالفيروس رغم أنه ظل يقلل من أهمية المرض وبعد ثلاثة أسابيع تعافى من الوباء عقب بقائه في الحجر الصحي في بوليفيا أصيبت رئيسة البلاد بكوفيد-19 واستغرقت مدة شفائها أسبوعين الحال ذاته تكرر مع رئيس هندوراس الذي أدخل المستشفى لمدة أسبوعين إثر إصابته بالمرض قبل أن يتماثل للشفاء وفي بيلاروسيا تغلب رئيس البلاد على الوباء وأشار إلى أنه واجه الفيروس بالأعراض في جواتيمالا لم يعلن إذا ما تعافى رئيس البلاد من المرض من عدمه حتى الآن بعد تعرضه للإصابة الشهر الماضي وكانت منغوليا أعلنت في أواخر فبراير الماضي عن دخول رئيس الدولة للحجر الصحي الاحترازي بعد عودته من بكين فيما تحوم الشكوك حول إصابة رئيس الشيشان بعد أيام قليلة من الإعلان عن نقله لموسكو وفي غانا عزل رئيس البلاد نفسه 14 يوماً بناء على مشورة طبية على نحو مماثل لإجراء احترازي اتخذه الرئيس البرتغالي إصابات مؤكدة بالوباء تعرض لها عدد من رؤساء الحكومات منهم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ونضراؤه في روسيا وكوسوفو وأرمينيا تماثلوا جميعهم للشفاء شكرا